السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة امتحان محافظة الغربية لسنة 2024 دراسات اول حاجة منطقة سهلية السهل الاوروبي العظيم نهر الكونغو سلالة بشرية كوكازية اكليموناخي غرب اوروب تقع على هضاء هضبة في العالم بقرة اسيا يمتد الى الشرق من المحيط الهادي يابس قرتين الامريكتين تخلق اراضيها من وجود اكليموناخي التندرة قرتين افريقيا واستراليا سجل اعلى معدل موليد في العالم بقرة افريقيا انا هنا مش هسجل الفيديو كامل هسجل الفيديو كامل متسجل على قناتي ذاكر مع منا قناتي التاني ده الجغرافين على توشبيه تداريس استراليا تداريس افريقيا حيث يصدام المظر الهضبي وصحر الرملية هنا وصحر الرملية هنا وكده يعني هراكة شبهة بأننا اكلهم المناخ السوداني واكلهم المناخ الموسمي سودان ده اللي هو المداري الشباب بينهم ان كلهما بينمو فيهم حشاش السفانة وينمو ويوجد بهم يسر حيوانات يعني من كل الانواع وكلهما قليم اقلم حر وبرضو صيف حر ممتر وشتاء جاف يحوط بيابس انتراكتيكا من جميع الجهات المحيط الكطبي الجنوبي تنتهي السورة الفايدية بوسط امريكا الشاملية في الجنوب بسور النهر سنتلورونس غلط المستسابي تتنوع الحياة بكلهم المناخ الجبالي صح يختلف البشر في صفاتهم والوراسية تبع النسلاتهم صح تعتبر دولة البرازيل اكبر دول قارة امريكا الجنوبية سكانا صح تهتم جميع دول العالم بالتعداد السكان ويختلف توزيع السكان من القارة الاخرى بيبتفسر تبار قارة أسل شبه جزيرة لانها يحط بالماء من ثلاث جهات ما نتيجة اهتمام دولة مصرية بالرعاية الصحية والاهتمام الصحة للاطفال ادى ذلك الى اصبحت الرعاية الطبية في مصر مرتفعة وادى الى كل التعدد الوفيات وضح جغرافين اوج الاختلاف بالنسل الساحلية في قارتي افريقيا افريقيا سهول ضيقة غير متعرجة وكلة الموانئ حيث تتك الجبال والسهول الساحلية في اوروبا متعرجة وتتمتاز بالاجتساع وكسرة الموانئ ما رأيك كل عدد السكان في غربه شمال قارة استراليا وافق الرأي لان في شمال استراليا تقل بسبب الغباط الموسمية وفي غرب استراليا تقل بسبب الزحاري والرملية وكلة موارد المياه والمزر الهضب وبيلي امتحان اول ولو عايزين بقيلي امتحان محلول هسيب لكم اللينك في التعليقات لو ادخلوا وشوفوا في قناة زاكر معمن قناة منا محمد يعني دي طالب في 3 عديد قناتي الثانية اشتركوا في القناة